بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع النص الشعري اقرأ من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اقرأ اقرأ كانت اول كلمة كانت اجمل حكمة بسم الله تعالى وصعد نحو القمة اقرأ 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 علما ادبا فنا اقرأ 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 شهرا عاما قرنا بسم الله الهادي هيا نبني بلادي نادم ناد حيا اسعوا بجد سعيا اربط بين الكلمة وشرحها القمة هيا اسرع بلا تراخن اعلى كل شيء اذا القمة بمعنى اعلى كل شيء هيا بمعنى اسرع بلا تراخن افهم ما المقصود باول كلمة المقصود باول كلمة ان كلمة اقرأ هي اول ما نزل من الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا نصعد نحو القمة نصعد نحو القمة بالتعلم والعلم والمعرفة احدد الكلمات التي خاطب بها الشاعر التلميذ الكلمات التي خاطب بها الشاعر التلميذ هي اصعد اقرأ هيا نبني اسعوا ما اول كلمة نزلت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ ابين الكلمات التي تكررت في النص الكلمات التي تكررت في النص هي كانت بسم الله اقرأ الايقاع اقرأ الكلمة الاخيرة من كل شطر واحدد الحرف الاخيرة منه مثل كلمة حكمة اخر كلمة ما اخر حكمة ما اذا في النص الشعري هذا يسمى البيت بيت شعري البيت الشعري يتكون من شطرين الشطر الاول والشطر التاني اذا في السؤال نحن مطالبين بقراءة الكلمة الاخيرة من كل شطر يعني هذه الكلمة وهذه الكلمة ونحدد الحرف الاخير منه مثلا هنا مه مه بالنسبة للبيت التاني اخر كلمة في الشطر الاول تعالى اخر كلمة في الشطر التاني القمة هنا نحدد الحرف الاخير لا هنا الحرف الاخير ما اقرأ هي الكلمة الاخيرة في الشطر الاول حرفها الاخير رأ هنا الكلمة الاخيرة في الشطر التاني هي فنن نن هو الحرف الاخير اخر كلمة في هذا الشطر هي اقرأ واخر حرف رأ اخر كلمة في هذا الشطر قرنن الحرف الاخير نن اخر كلمة في هذا الشطر الهادي الحرف الاخير دي اخر كلمة في هذا الشطر بلادي الحرف الاخير دي الكلمة الاخيرة في هذا الشطر حية اخر حرف يا اخر كلمة في هذا الشطر سعية اخر حرف يا طرفية ارسم الطريقة الذي يؤدي الى المدرسة. ارسم الطريقة التي سؤدي الى المدرسة. اذا سوف نبدأ من هنا لنصل الى المدرسة. كل تنمية يبحثوا عن الطريق المؤدية الى المدرسة. اذا يمكن الى المدرسة التي سؤدي الى المدرسة. طرفية احترام الاسبقية واجب ومسؤولية. نعم احترام الاسبقية فهو واجب ومسؤولية الجميع. وبهذا نكون قد انهينا درسنا هذا والى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.